السرطان الأورام الخبيثة مستويات تنظيم في جسم الإنسان يقوم جسم الإنسان بوظائف حيوية ليحافظ على بقائه وتلك الوظائف تقوم بها أجزاء منظمة ومحددة في مستويات داخل هذا الجسم وتلك المستويات تبدأ بالأجهزة الحيوية المتخصصة وتنتهي بالخلية الحيوانية فبداية بأجهزة جسم الإنسان التي يبلغ عددها عشرة أجهزة حيوية متخصصة فسنجد أن كل جهاز هو مجموعة من الأعضاء التي تعمل معا لأداء وظائف حيوية محددة وكل عضو هو مجموعة من الأنسجة التي يتحدد حسب نوعها وظيفة العضو وكل نسيج مكون من مجموعة من الخلايا يختلف شكلها وحجمها تبعا للوظيفة التي تؤديها وتلك الخلايا تتجدد لتعويض التالف منها ولكن ماذا يحدث إن خرجت إحدى الخلايا عن السيطرة فلم تعد تقوم بوظيفتها أو حدث لها انقسام لم يعطي الجسم أمرا بحدوثه إن حدث ذلك فهذا يعني أن هناك ورما سرطانيا والذي يعتبر خللا في عملية انقسام الخلية والذي يمكن أن ينتشر ليشمل الخلايا المجاورة فيسبب بذلك ضررا في جزء من الجسم الذي يعتبر بذلك خارجا عن السيطرة لأنه لم يعد يعمل بتناسق مع باقي خلايا الجسم انقسام الخلية الطبيعي والخلية السرطانية لا تنقسم الخلية إلا بعد أن تتلقى أمرا بذلك من المخ وهذا الأمر يكون في صورة إشارة كيميائية تترجمها النواة لتتم عملية الانقسام بتضاعف المادة الوراثية الموجودة داخل النواة ثم يليها انقسام الخلية كلها ولكن الخلية السرطانية لا تتبع هذا الأمر الكيميائي الصادر من المخ بانقسام الخلية ولكنها تنقسم باستمرار دون تلقي أمر بالانقسام كذلك تتوقف عملية انقسام الخلايا الطبيعي بأمر من المخ عن طريق إشارات كيميائية لأن الانقسام المستمر لخلايا الجسم يولد خلايا غير مرغوب فيها ولكن الخلايا السرطانية لا تطيع أمر المخ بإيقاف الانقسام وتنقسم باستمرار مسببة ورما نواة الخلية السرطانية تحتوي النواة على المادة الوراثية التي تحتوي على معلومات توضح وظيفة العضيات في الخلية فمثلاً خلية الكبد تترجم جزءاً من المادة الوراثية الخاصة بها لتعمل على تخزين البروتينات والأملاح وكذلك أنوية خلايا المعدة تترجم من المادة الوراثية ما يوضح وظيفتها أما نواة الخلية السرطانية فإنها تترجم جزءاً لا ينتمي لوظيفتها من المادة الوراثية فتسبب بذلك أضراراً في العضو المصاب ترجمة نانسي قنقر